السلام عليكم وتنتمنكم كاملين تكونوا باخر وعلى خير مرحبا بكم من جديد في قناة شافي هشام تيفي طبق جديد وكلة جديدة الكفتة في الكوكوت كتجيب غيمو مع واحد البطاطة مع اسلة هالطبق هادا تيجيب غيمو ممتاز هذيك الكفتة كتجيب حلرها طيبة على المجمر وكتبقى يعني طريقة فغيمو هالطريقة هاديرها وعرى جربوها هذيك البطاطات هي كتجيب عسلة بواحد طريقة ديال المطاعم يعني بواحد الشكل ليهو ممتاز وبنين هالطبق هادا فغيمو صدقوني جابنين بزاف هذيك البصلات هي تدوب مهم أول حاجة غنبدو بها وهي غن ندوزو نديرو الكفتة نصابو لها التوابل ديالها هي هذي الافيون داشي غدي نشدوها وغدي نستعملو معها زيت البلدية وعندنا الزيتون الحمر والزيتون الحار يعني اللي بغي يزيدو هذك الزيتون الحار يزيدو الزيتون الحمر كذلك هنا بالنسبة للتوابل غدي نديرو التوابل اللي كانستعملو في الكفتة يعني الملحة اللي بزار الكامون سكينجبير والتحميرة هاتش اللي درت في التوابل وعندي هنا الربع راها كان عندي هنا كونجلي تقدو تستعملو لها كان كونجلي القزبر وعندي المعدنوس راهم مقطعين هالشي وغدي نحتاج لواحد جوج ديال البصلات اللي غدي تشوفوا معنا الطريقة كيفاش غدي نديرو غنستعملوهم في هالطابق هذا غنبدأوا بالبصلات الليولة غادي نشدوها وغادي نقطعوها بشكل دائري يعني هالطريقة هذي اللي غادي نديروها لأن هاد البصلات هذي اللي غادي هنحتفق من هذيك الكفتة باش كاترخي داك المادية لها وديك الكفتة ما كاتتحرقش وكاتطيب طريقة كنقطعوها بهذا الشكل هذا ونغوند هال دائري وكنفرشوها تحت ذيك الكفتة ودابا غادي ناخدو كوكوتش وغادي نديرو شوية زويتة بلدية وغادي نشدو ذيك الكفتة كاملة وغادي نفرشوها بهذا الشكل هذا وحدة حدى وحدة غادي نزيدو لها الربيح بهاك فوق ذيك الكفتة كما كاتشوفوا معنا هنا ودابا غادي ندوزون نقطعوه البصلة بواحد الشكل اللي هو غادي نديرو اون بوتي دي مرسوية صغار غادي نسيزليوها باش غادي نزيدوها على هذه الكفتة هذه الطريقة باش كنقطعو ديك لبصلة كويلة بغيتوها تقطعوها مرسوية صغار نقطعوها بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معنا مرسوية صغار مرسوية صغار باش غادي نزيدوها باش غادي نزيدوها باش غادي نزيدوها على هذه الكفتة بهذا الشكل هذا يعني تقريبا ما نكتروش بزاف أو تاني هنا مع الكفتة نصف بصلة لقد ادرت نصف بصلة باش كتجي تعطيها الماداق الكافي وما كتجيش كتير فيها البصلة سنستعملوها من بعض سنستعملوها فلاصوس يعني هنا مع الكفتة سنقوم باش غادي نصف بصلة كافية تقريبا كيلو الكفتة سنقوم بصلة كيلو سنقوم بصلة موين التوابيل كما قلنا ما هذا سنزيدوهم على هذه الابيون ونزيدو الربيع كذلك ونخلطو هذا مع سهم جيد ضروري لكي الكفتة يدخلوا في التوابيل كامل وترخيض هذا الماضاق تأتي في الماضاق التي تريد الكفتة المغربية بالتوابيل بهذا الشكل سنقوم بممتاز هذا الكامون يأتي مع الكفتة روعة وبعد ما خلطنا هذا كامل سنشكل الكفتة ونشكلها بالحجم الذي أرينا سنقوم بإمكان بولد أو نقوم بإمكان على شكل أصابع كما ترى معنا هكذا غيره لا تقوم بإمكان طريقة لتبقى طريقة لتطيب يعني سنطيب هنا في الكوكوت تبقى مزيانة وطريقة حاولوا تدلوها سمك الذي يكون غلاد قليلا سنكمل هذا الشيء كامل كما ترى معنا الطريقة الطيب ستجد غياء ضغية في 15 دقيقة ستجد هنا سنزيد قليلا ملح فوق و قليلا هنا و قليلا قليلا سنجد الكفتة وضعها فوق البصلة كما ترى بهذا الشكل كامل سنجد كامل سنجد الكوكوت سنجد على نار مهيلة يعني سنجد عليها لأن ستحرق هذه الكوكوت منطبع المهل وهذا البخار الكوكوت يعطيها واحد طريقة لأن لا تريد جهدها في الأول سنة ستحرق هذا البصلة يجب هذا البصلة يطلب 15 دقيقة سنجد إلى النار كما قلنا ونضع البطاطا سنجد هذه البطاطا سنجد واعرة في الفران وكما عسل البطاطا سنجد نصف القشور ونضع القشور ونضع الملحة وندخلها في الفران مع التومة سترى الطريقة روعة وبنية كثيرا ونضع ونضع الملحة ونضع زيت البلد في الفران كما ترى هنا وسنضع الربيع الزعتر ثومة والتحمارة هذه التحمارة تتعاونها لتأخذ الكولور وتعطيها الزعتر مع البطاطا في الفران نقول لكم هذا الزعتر مع البطاطا والثومة كذلك يعني يجربوا هذه البطاطا بهذه الطريقة وهذه وعرة وعرة خلطوا هذه كاملة ودخلوا مع البطاطا وذلك الربيع ودعوها تتحمل ونكملوا الطياب في الفران حتى تتحمل وتتجمر وتتعسل من جميع الجوانب بعد نخرجوها وبدأ 15 دقيقة على الكوكوت ونسد عليها ونحل كما ترون هنا طابت طابت مزيد ونجد ونجد تعسل هذه واجدة كما ترون كما ترون عسل هذه البطاطا مع هذه الكفتة كما ترون لا تجهد عليها لتحرق ونجد هذه البصلة تتحمل وهذا هو الطابق هذه الكفتة بهذه الطريقة في الكوكوت جربوها ونجد البطاطا نخرجوها واجدة تعسلت ونجد كيف ترون هذه البطاطا ونجد 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 دخل كما ترون سوف نضع هذا في الطبصل سوف نبدأ الكفيتة هي الأولى نضعها هنا في هذا الشكل الذي تريد أعطيتكم هذه الفكرة خفيفة هذه البطاطا التي تعسلتها يعني طائبة ومعسلة سنجدها من فوق كما ترون هنا وسوف نضع البطاطا من الجوانب في هذا الشكل ونحصل على طبق الذي يكون راقي ويأخذ الكفتة مع البطاطا والزيتون يعني بالمدق الثومة والزعصر يأتي تنصحكم مصدقون يجربوا هذا الطبق ويوجد تنصح طبق من الجوانب ونضع بعض المنزل من الجوانب ويقف من الجوانب بلدية في هذا الشكل هذا وهذا الطبق دينا واجد تنتمنى هذه الوصفة الكفتة في الكوكوت بهذه الطريقة مع البطيطة تكون أعجبتكم لا تنسونا باللايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وبرتاجيه لكي تعمل الفائدة وتنشكركم على المتابعة وتنقول لكم أبينتوا إن شاء الله في وصفة جديدة في قناة شافيشام تيفي والسلام عليكم